الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 دائرة إشارة الطرق الوعرة بماذا يعني ذلك رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 VW, Ford, Audi, Buick, GM, Elk على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع ينتمي رمز مشكلة P0319 إلى فئة الرموز التي تتضمن رموز نظام الإشعال والسبب في ذلك هو أنه في بعض الأحيان تكون معدات الطرق الوعرة في الواقع تفسيرا من أجهزة الاستشعار التي اكتشفت بشكل أساسي أن عمود المرفق يتحرك بطريقة غير متوقعة يمكن أن يشير نظام المستشعرات وPCM للسيارة أو وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة إلى ظروف التضاريس الوعرة على سبيل المثال يمكن أن تكون سرعة المحرك غير منتظمة عندما يتم قيادة السيارة في ظروف صعبة للغاية على الطرق الوعرة أو على الطرق الوعرة يمكن أن يتسبب هذا في أن يرى PCM أنه خطأ في المحرك مثل خلل قد تحتوي بعض المركبات على مستشعر طريق أو مقياس تسارع أو قد يستخدم البعض مستشعرات عجلة ABS ووحدة التحكم الإلكترونية في الفرامل ABCM للمساعدة في تحديد ظروف الطريق الوعرة بغض النظر عن النظام الدقيق المستخدم في سيارتك إذا حصلت على رمز المشكلة هذا فهذا يعني أن PCM قد اكتشف حالة طريق صعبة تتطلب الانتباه عادة يتم تعيين هذا الرمز فقط بعد أن تكون القراءات هي نفسها بعد محركات أقراص متعددة يشير هذا الرمز إلى الدائرة الكهربائية لمستشعر الطرق الوعرة الأعراض تؤدي معظم رموز المشكلات إلى تشغيل ضوء فحص المحرك أو ضوء مؤشر عطل M-A-L بالنسبة إلى P0319DTC فإن الضوء غير مضاء ومع ذلك قد يكون لديك مصابيح تحذير أخرى مضاءة أتحكم في الجر أي بي أس ألخ أو حتى لديك بعض اختلالات المحرك أو التشغيل الخشني الأسباب المحتملة لتعيين هذا الرمز هي خطأ مستشعر الطريق الوعرة إذا كان مجهزاً خطأ الأسلاك الكهرباء المرتبط بأجهزة الاستشعار تحتاج وحدة التحكم إلى تهيئة مستشعر الطريق الجديد أسباب أخرى محتملة وإجراءات التشخيص والإصلاح الخطوة الأولى الجيدة هي التحقق من الخدمة الفنية النشرات TSBS التي قد تنطبق على العام الصنع النموذج الخاص بك إذا كانت المشكلة مشكلة معروفة فقد توجد نشرة للمساعدة في التشخيص والإصلاح خاصة بمشكلتك بالضبط يمكن أن يوفر لك الوقت والمال يجب عليك الحصول على دليل إصلاح خاص بالمركبة للمساعدة في تحديد النوع الدقيق لنظام الطرق الوعرة الذي تستخدمه مركبتك إذا كان لديك اختلال آخر أو ABS أو رموز أخرى ذات صلة فعليك بشكل عام من إصلاحها أولاً قبل المتابعة لإصلاح P0319 ومع ذلك قم بتسجيل جميع بيانات إطار التجميد لأنها قد تكون مفيدة في جميع التشخيصات إذا كان لديك جهاز استشعار التسارع في سيارتك تحقق من حالة المستشعر والأسلاك والموصلات ابحثاً عن أي مشاكل الإصلاح حسب الحاجة ثم استخدم مقياس أوم فولت رقم DVOM للتحقق من الاستمرارية والمقاومة والجوانب الكهربائية الأخرى وفقاً لمواصفات الشركات المصنعة إذا أمكن استخدم آدات مسح متقدمة لقيادة السيارة فوق الطرق الوعرة ومراقبة قراءات المستشعر من أجهزة الاستشعار المناسبة في السيارة لتحديد ما إذا كان يمكنك تكرار المشكلة للمساعدة في تضييق نطاق المشكلة ترجمة نانسي قنقر